هل في فرق ما بين صيام التطوع وصيام الفريضة بالنسبة لمسألة لو الواحد شرب او اكل هو اناسي اقول لك القصة والحكاية انا طبعا صفحتي مش للفتوى ولا شيء بس اقول لك الموقف اللي حصل وانت اسأل وابحث برضو هتعرف الحق فاني من يومين قبل رمضان بيوم ابن خالي بعتلي فيديو بنت منتقبة عملة فيلم كده زي الحج عوض وعوضين كده ورفع الازازة على بقها كده فالله اكبر فأتلها نزلت الازازة وكده فالتانية بتقول لها اللي هي برضو بتقول لها انت نزلت ليه اتلها الازان ازلت لها لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ركز بقى اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى ياخد كفايته يعني لو انت سمعت الازان وانت بتشرب كده ما تنزلوش لما تشرب كفايتك فالحديث رواه ابو هريرة والمحدث ابو حتم الرازي قال ليس بصحيح يعني الحديث مش صحيح فكتبت لهم تعليق على الفيديو ومصدر الحديث وبتاع فقالوا لي شكرا جزاك الله خير وهنحزف الفيديو فعلا حزف الفيديو فعلا يعني طيب عدى الحوار على كده لا اول يوم رمضان ابني بيسألني بيقول لي لو الاذان تقريبا هو سمع الفيديو لان الفيديو كمنشور جدا يعني وصغير لسه عنده سبع ثمان سنين صغير خالص بقول لي لو انا باشرب والاذان اذن انزل ولا اشرب لحد ما يشبع قلت له لا تنزل قال لي لا ده انا سمعت قلت له بس عرفت انت هي انت غزك كذا 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 قال لي اه قلت له لا الحديث غير صحيح طيب عدى الحوار على كده برضو لا امبارح بعد صلاة خلال صلاة الترويح بين كل اربع رقعات الامام بياخد جلسة بسيطة كده فبيدي نصيحة للناس فهو اخطأ خطأين خطأ الاول التفريق بين صيام الفرض وصيام النافلة قال ايه بقى قال من اكل او شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه فقد اطعم الله وثقة الحديث صحيح الحديث صحيح لكن ما فيهوش لفظة في رمضان بعدها ام ايل ايه بقى لكن خلي بالك لو في صيام السنة هو قال كده صيام السنة صيامك باطل ما خلاص افطر وبصوم يوم تاني فانا استغربت فانا من الخضة انا رفعت ايدي كده يعني يعني ايه 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 تفريق يعني ايه فرقتي ما بين دي ودي فهو لمحني فعرفت ان هو هيكلمني بعض الصلاة طيب دي اول حاجة تاني حاجة اللي هي مسألة اه 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 نفس المسألة الاول اللي هي بتاعة الشرب اه اه لو انت بتشرب والمؤذن قال الله اكبر فقال لك ايه بقى قال لك لو بتشرب ما تنزلش البداع لما تاخد كفايتك لكن لو بتاكل ركز بقى لو بتاكل وكالت سيبي اللي في ايدك و اللي في بقك ابلعه طيب دي ماشي يعني بتاع الاكل ماشي لو انت مثلا بتاكل مع ان الافضل انك تتصحر قبلها مثلا بثلاثة اربعة دقايب خمس دقايب ما تجيش على على الاذان ما علينا لو حصلت يعني طيب انت جبت التفريق برضو من ايه مع ان الحادث احنا قلنا ايه ليس بصحيح اللي لو انت بتشرب و اه وفي ايدك الاناء ما تنزلش اللي بتاخد كفايتك حادث غير صحيح المفروض احنا بنصوم بمعاد وبنفطر بمعاد حلو طيب ايه هو المعاد النداء الاذان طيب اذا دخل المعاد المؤذن بيقول الله اكبر كده دخل ازاي بقى انا اصوم وهو بيأذن و انا باشرب الا اذا انت عارف ان هو بيأذن قبله وطبعا ما فيش ما بيحصلش كده الاول ايه من نبي صلى الله عليه وسلم كان في اذنين اذن بلال و اذن ابن امه مكتوم يعني لو سمعت الاذن الاول تاكل يعني خلاص كده ايه تاكل لو سمعت الاذن التاني كف خلاص كده فبعد الصلاة اكلمته فقال لي ده موجود في كتاب فانا عارف انه هايجيب ايه حديث اللي هو ما قلتلوش بقى الحديث ليسه صحيح قلتلو اللفظ الحديث مفهوش لفظ في رمضان فقال لي هايجيب لك الحديث قلتلو طيب حاضر بكرا ان شاء الله نصلي سوا ونشوف المسألة طيب الخلاف في ايه بقى الخلاف في ايه من اكل او شرب ناسيا في رمضان او غير رمضان ليس عليه ايه قضاء وده ذهب اليه جمهور الفقهاء يعني الشفعي واحمد وابو حنيفة قالوا باني لو كلت وشربت في رمضان او غير رمضان بس ناسي مفيش عليه قضاء طب بالنسبة للمالكية المالكية قالوا لو اكل او شرب ناسي او غير ناسي في رمضان او غير رمضان عليه قضاء الدليل عندهم بيقول ان هو مفيش فيه امر او ناهي بالقضاء والله اعلم سلام عليكم